صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيرة أطلقتها الميليشي الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان كما تمكن التحالف من اعتراض طائرة ثانية أطلقتها الميليشي الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير وأوضح العقيد المالكي أن الأدات الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرة بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمشاءات المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها وإننا إذن أكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشي الإرهابية وتحييد قدراتها وبكل صرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية شكرا شكرا